اهلا بكم من جديد اعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.9% خلال الربع الاول من العام الجاري 2017 وذكر المجلس خلال لقاء صحفي لاستعراض تقريره الاقتصادي الفصلي ان معدل النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني في الربع الاول من العام الجاري بلغ 4.4 مقارنة مع 3.7 خلال العام الماضي 2016 وقد ارجع المستشار الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلاين ارجع النمو في القطاع غير النفطي الى الاداء القوي في القطاع الخاص حيث برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها ابرز العوامل الداعمة لزخم القطاع وقد بينا دكتور كوتيلاين بان الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري شهدت ازدهارا ملحوظا في قطاعات الفنادق والمطاعم والخدمات المالية اضافة الى خدمات النقل وقطاع الاتصالات اعتقد بان الاخبار السارة تكمن في استمرار الاقتصاد الوطني في تسجيل ارقام ايجابية رغم التحديات الاقتصادية الاقليمية ففي الوقت الذي تتواصل فيه مرحلة انخفاض سعر النفط في المنطقة تقدم البحرين معشرات مشجعة على مرونة اقتصادها والتقدم الذي احرزته في تنويع هذا الاقتصاد وتعتبر حصائيات النمو في الربع الاول مشجعة للغاية وتؤكد على تأثير كل من الاصلاحات الحكومية والاستثمارات غير المسبوقة التي تشهدها البحرين في مشاريع البنية التحتية في مواجهة التقلبات الاقتصادية ونحن في مجلس التنمية واثقون من ان المبادرات الاخيرة ستستمر في دعم النمو وتجعل من مملكة البحرين وجهة جذابة للشركات التي تبحث عن سبل للوصول الى الفرص المتاحة في المنطقة والان نتابع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العمنات الخليجية والعالمية نواصل نشرة الاقتصادية مشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لبداية تعاقداته هذا الأسبوع ونلاحظ في الإغلاقات أن معظم البورصات أغلقت باللون الأحمر بستناء السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع نسبته 0.12% عدى مستوى 7094 نقطة وتصدر الارتفاع مؤشر البنوك وصناعة المعدات ننتقل إلى الأسواق الخاسرة ومن بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع بنسبة 20% عدى مستوى 6811 نقطة وذلك عائد مشاهدين لانخفاض أسهم قطاع العقارات في البورصة الكويتية سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق أيضا على انخفاض بمستوى قريب من 13 نقطة مئوية عند مستوى 4595 نقطة وذلك بسبب تراجع مؤشر الطاقة وأيضا العقارات والأمر كذلك كان في سوق دبي المالي الذي تأثر بهذين القطاعين وأغلق بانخفاض بنسبة 40 نقطة مئوية عند مستوى 3665 نقطة سوق ما سقط للأوراق المالية أيضا أغلق على انخفاض وكان الخاسر الأكبر في تدولات هذا اليوم عند مستوى بنزول يقارب 17 نقطة مئوية عند مستوى 5022 نقطة بسبب قلة نشاط قطاع المال وأيضا البنوك أما بنسبة إلى بورصتنا المحلية بورصة البحرين فكانت من البورصات الأقل خسارة في تدولات اليوم بنسبة 20% انخفاض 20% عند مستوى 1319 نقطة وذلك عائل انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات المالية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وتسعمائة وستة وثلاثين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 334 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 57 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تدول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 59% من القيمة الإجمالية تسمع أزمة الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في عامين شهر يونيو الماضي إذ تعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها من المصارف القطرية لدى استحقاقها بحسب ما أفدته مصادر لوكلة بلومبرغ وكانت المصارف الخليجية قد أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل المقاطعة لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان الأعلى مستوى في الخليج وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من أجمالي الودائع التي تراجعت بنسبة 7.5% إلى 47 مليار دولار في شهر يونيو مقارنة مع الشهر الذي سبقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر